حبايبي الحلوين عاملين ايه? النهاردة يا برايماري تو ان شاء الله هناخد الطائب التاني من الجراف اسمه بيكتو جراف. طب هتقول ليه ميس دودو هو ايه بيكتو جراف ده بيعمل ايه? مش احنا اتفقنا يا ولاد في بار جراف اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت قلنا ان احنا بنجمع الانفورميشن. طيب وعرفنا شكل بار جراف عامل ازاي? البيكتو جراف هو برضو بنعمل كوليكت انفورميشن. بنعمل داتا بنجمع داتا. الداة والانفورميشن المرة دي مش هتبقى بقى على شكل بار جراف اللي هيبقى اه لأ هتبقى على شكل تيبل. التيبل ده هيبقى فيه بتعبر على الحاجة اللي حصلت الانفورميشن اللي حصلت. هو ده البيكتو جراف. تعالوا طيب نشوف اول في كتاب الوزارة هو عبارة عن ايه وشكله عامل ازاي? عشان نقدر نشرح عليه ايه هو البيكتو جراف. طيب ياولد هيبقى اول تيبل زي ما احنا ما شايفين كده. وبرضو هيدينا احنا هنعمل منها ايه? هنطلع من الانسرز من التيبل اللي هم ادونا اللي هو اسمه البيكتو جراف. طيب متدودو بتقول ايه ياولد? بتقول اول ما نلاقي اول حاجة نعمل كاونتنج. اول حاجة نعمل ايه? نعمل كاونتنجي. يعني عندي ياولد انا بيقول لي طب تعالوا كده نقره السؤال بيقول look at the pick a flower pictograph and then answer questions blue. مديني تيبل كده عم pick the flowers. يعني كل يوم حد عمل ومتيني النمبر أنا متيني عبارة عم بيكشور صح؟ أقول لنا هعمله يا برايماري تو أعمل كاونتنج يبقى أول ملاقتيه كل كده أول حاجة أعملها the first step is counting أعمل كاونتنج وجنب كل رو كده أكتب النمبر اللي أنا هعمله كاونتنج طيب تعالوا كده كلنا look at the pictograph كلنا نبص على ال pictograph اللي قدامنا على السكرين يا ولاد يلا كنا نعمل كاونتنج اليوم مدينا قول حاجة sunday هنعمل كاونتنج للفلاورز زيه ولاد يلا count with me one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen هكتب نمبر fourteen نجا عنده monday one two three four five six seven eight هقوم كتب عنده monday eight هجا عند تيوزدي اكتب one two three four five يبقى هكتب five نجا عند وينس دي one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six twenty seven twenty eight يبقى اكتب عند وينس دي يكتب twenty eight نجا عنده thursday one two three four five six seven eight nine هكتب number nine يبقى دي اولاد the first step اول ما لاقي بيكتو جراف تابل بالمنزر دا وفيه شوية بيكترز كتير اعمل counting طي تعال نشوف هنا the first question بيقول لي ايه بيقول لي how many flowers were picked on monday عايز يعرف هنا how many how many دي اولاد بيبعايز يعرف النمبر how many flowers picked on monday انا عايز يعرف عدد الفلاورز اللي تعملها picked on monday يوم المنتي هروح ال picked to graph على يوم المنتي وهلي انا كتبه number كام هكتب number eight بقول اللي هعمله هعمل هين number eight number two how many flowers were picked on thursday برضو how many طرامة how many بقى انا ايه عايز number على طول عايز يعرف عدد الفلاورز اللي ايه بتقطفوا يوم thursday هروح لل pictograph وهشوف يوم thursday انا كتبه يوم thursday كتبه كام هلاقي ان انا كتبه thursday كتبه جبه 9 اقوم كتبه ايه كتبه 9 طيب did any two days have the same number of flowers بي يعني ايه السؤال ده طبعا احنا كنا طبعا عارفين من الانجليش بقى ده ما لاش راقب الماث يعني ان كلمة did هناك question ان دايب الانسور yes or no طبعا هو هنا بيقلي هل في two days في two days عندوهم نفس النمبر من الفلاورز بالزبط اللي اتعمل لهم بيك دي اللي هما اتقضفوا يعني لما نيجي نبص عالبكتورجاب بصوا انتو بعنوك كده عالبكتورجرافي اولاد هل في نمبر شبه بعض هل في two numbers are the same في two numbers same طبعا محد مفيش ده النمبر كلها مختلفة يبقى كون الانسور كتبقيت او مكتبقيت وعمل بلوش ابص على اليوز دي ابص على اليوز دي ابص على اليوز دي يبقى 8 plus 5 لما امشي على النمبر لانه 8 plus 5 equals 13 نمبر 5 which day had the least number of flowers بكتب the least number say with me least most يبقى least اليوم ايه او اليوم which day هي مبيقولش هاو مين يبقى هو هنا بيقوللي which day يعني عايز اليوم اللي فيه اقل نمبر من الفلاورز يبقى الانسور هنا هتبقى the name of the day ان هو بيقولي which day يبقى هنا ياولاد لو جينا بصينا على البيكتوغراف هلاقي ان اقل نمبر هو نمبر ايه؟ نمبر 5 او من غير النمبر لو بصينا على عدد الفلاورز اقل الفلاورز موجودة هي في يوم ايه؟ في يوم تيوز دي يبقى كل اللي انا هكتبه هكتب هنا كلمة ايه؟ تيوز دي تيوز دي تيوز دي هنا برضو بيسأل عن الدي يبقى اول ما يقولي which day يعرف ان انا هنا هكتب the name of the day هاد the most 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 number of flowers يعني هنا عايز يعرف اكتر عدد اكتر يوم موجود في number of the flowers بكت فهنبص هنا يولاد لان اكتر يوم هو ايه؟ وينس دي يبقى تمام؟ يبقى انا هكتب ايه؟ هكتب وينس دي تمام؟ number seven how many flowers were picked on wednesday than thursday مزدودو قالت ايه؟ قالت more than means minus more than means minus يبقى انا هشوف الوينس دي من البكتغراف هلا ان الوينس دي 28 minus ابص على الثرز دي يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ the answer is 19 number eight how many flowers were picked on monday tuesday and thursday مديني and and means plus بس انا ناخد بالنا مديني three days فهنبص على monday اروح ابص على monday مديني 8 plus ابص على it used day مديني tuesday انا كاتبة جنبها 5 يبقى 8 plus 5 plus ابص على النمبر الاخير اللي هو thursday هلا ايه؟ انا كاتبة 9 equals 8 plus 5 equals 13 13 plus 9 equals 22 يبقى the answer is 22 2 يبقى هو ده بكتوغرافي 2 ان انا بكتوغراف كل اللي انا بعمله ببص على التابل وبطلع منه information it's very easy يعني سهلا خالص افواش اي مشكلة خالص واعتقد بتبقى نفس questions يعني هو كل الفرق ان الجراف حين مختلف المرة اللي فاتت كان power graph المرة دي كان بكتوغراف وفي حاجة تانية في البيكتوغراف بس انا اخدها ان شاء الله في second term دي علاقة برضو بشكل البيكتوغراف ده لكن الترم ده كل اللي مطلوب مني هو بس ده ان انا اول ما اشوف البيكتوغراف اقدر ايه؟ answer the questions طيب تعالوا نشوف هو ده الوحيد في كتاب الوزارة اللي موجود فانا هتطلوكوا واحد تاني هتلاقوه برضو في بس تعالوا نحله مع بعض كده هنا يا ولاد بيقول لي ايه؟ look at the pictograph and then answer the questions هنا يا ولاد اتبوا اللي عندي ده عن الفاوريت subject يعني مديني subject اللي عندي واي اللي ايه؟ عمل لي كده pencil على voting اول حاجة مزدود وقالتها عليها اعمل counting اجل كل line كده اعمل counting اجي بص كده للماث الاقي اعمل counting جانا نعمل counting مع بعض one two three four five six seven eight واهم كتبة ايه؟ eight جنب الماث اجي عمل له reading one two three four five six واهم كتبة جنبها six اجي عمل لل social studies one two three three واهم كتبة number three بس انا كده اعملت the first step انا عملت counting اجي بص بقى عال questions دي وبطلع ال answers من ايه؟ البكتوغراف بيقولي how many students voted for reading يعني انا عايز يعرف عدد the students اللي عملوا voting لل reading كل اللي انا هعملوا بمنتهى البساطة اروح للبيكتوغراف عند ال reading هلا ان انا كتبة number ايه؟ اولاية كتبة number six how many students voted for math اروح للبيكتوغراف ابص على الماث هلا ان الماث انا كتبة number eight لان عملت counting خلاص how many more students voted for math than social studies more than means bravo minus يبقى انا عندي هنعمل ايه؟ هنعمل الماث ابص على الماث ارى الماث انا كتبة eight يبقى eight minus ابص على social studies ارى three عن طريق ال number line eight minus three equals five يبقى هنا ياولاد عايز يعرف عدد اللي students اللي عملو voting للماث اكتر بقدئين من العمل لل social studies هلا انهم five students اللي هو difference بينهم طيب which subject had the most number of votes the most number on most وهنا which subject يعني عايز the name of the subject ابص على التابل كده اللي ولان ايه اكتر number موجود اللي هو number eight او بعناية من غير ال numbers ايه اكتر voting معمول هلا انهو عالماث طبعا يعني لازم الكل يحب الماث يعني ده الماث دي مادة لطيفة يبقى هكتب هنا كلمة ايه هكتب كلمة math طيب which subject had the least number of votes least least ابص على البكتوغراف هلا انه اقل number of votes موجود على social status يبقى هكتب هنا social status موجود على البكتوغراف هو سهل و بسيط كل انا محتاجة بس ان انا اركز ال question طالب مني ايه وان انا اعمل كاونتنج انا ليه بقولكو نعمل كاونتنج في الاول عشان و احنا بنقرأ ال questions مايبقاش عندي مشكلة او عندي هدك ان انا اروح اعمل كاونتنج في نفس الوقت لا انا خلاص انا عملت كاونتنج من الاول دي انا بحس ان دي حاجة ها تساعدنا ان احنا ما نغلطش في ال answers هتلاقي ان شاء الله بدي اف فايل في برضو اكزامبلز كده على البيكتوغراف اه في الديسكريبشن ان شاء الله اشوفكو بقى في الفيديو اللي جاي بامر اللي هي هنتلا نشتغل منتن يلا باي باي